بتعمل يا بابا؟ كنت بقرف موسوعة مصر الأديمة لسليم حسن يحيا في اكتباته وفيديوهاته آي المعلومات كتيرة جدا منها برافو علي الولده ابني بصحيح طب وانا يا بابا ايه رأيك بقى؟ قول لي اني اشتر من يحيا بكتير هاهاهاها انتو الاتنين اشتر من بعض يا حبيبتي الله حلوة او يا كنوز تصدق دي لو عملتيها لوحة كبيرة وزودت كام شخصية عظيمة من تاريخنا هتبقى لوحة فنية بتجمع عظماء مصريين كتير الله فكرة حلوة تفتكر اقدر اكسب بيها في المسابقة الجاية؟ طبعا حمد الله على السلامة ايوه المصري الأصيل هاهاها هاهاها اخبار التكتوكر العظيم صاحبك ايه؟ مصمم يعمل المحتوى اللي مالوش اي فايدة قال يعني كده هيتشهر تقصده مين يا ولاد؟ مازن يا بابا مازن بقى له فترة مقرر انه يبقى انفلونسر يا ريتو بقى مازن لوحده ده دلوقتي معاه فهم سبيد مين؟ سبيد؟ ده موضوع كبير قوي يا كنوز مش عارف اعمل ايه انا اقرب واحد لمازن وهو مش عاوز يسمع كلامي لازم يا يحيا تفضل تتكلم معاه لحد ما يقتنع من اللي انا بشوفه على السوشيال ميديا المحتوى اللي مالوش هدف شيء خطير ولو تمكن من جلكم هتبقى كارثة ده انا اقنعته بالعافية انه مايقطعش بانطلونه عشان يتصور بيه يا ريتها جت على كده ده انا لحقته على اخر لحظه قبل ما يصور نفسه هو بيكتب اسمه بالانجليزي مكنة الحلقة على راسه وهو بيحلق وليه يكتب اسمه على راسه عشان الناس تعرفه لأ عشان شاف فيديو الولد اجنبي سبق شعره وكتب على راسه اسمه بلون تاني ومازن حب يقلده هو مازن صاحبك ده ما بيفكرش قبل ما بيقلد الناس دي عموما انا بكرة هقابل استاذ عصام وهخليه تكلم معاه وكمان هي قليت مكرونة بايه؟ بقول لكو ايه؟ ما تاكلوا ملوخية ورزة احسن معليش ياولاد انا مش هلحواد معاكو ونتكلم عندي مذاكرة كتير النهاردة ويا دوب هروح ذاكر يه انت لست بيتذاكر يا أستاذ عصام؟ وبيبقى عندك واجب وكده طب مين اللي بيمتاحنك؟ حد هنا في المدرسة برضو؟ ايه ده يعني بعد ما نخلص مدراسة وجامعة كمان هنفضل نذاكر او المفروض يا مازم طول ما احنا عايشين نفضل نذاكر عشان نفهم علامنا وتاريخنا وكل اللي حوالينا العلم والبحث هو اللي بيدل الحياة معنا بس انت ليه مستعجل يا قستاذ عصام ولا فيه حد بيذاكر معاك ومستنيك لا خالص بس انا حددت معادله بنقشة رسالة الماجستير بتاعتي في كلية الأثار في جامعة القاهرة والوقت ديق جدا الله يا أستاذ عصام وهتبقى لبس الروبل أسود وتقف تشرح للدكاترة زي ما بنشوف الأفلام هو احنا ينفع نيجي ونحضر معك طبعا يا كنوس ده أنا أتشرف بيكم